أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملاء الذين استكبروا من قومه لنخرج أدنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودون في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عودنا في ملتكم بعد إذ نجال الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاش الله ربنا وسع ربنا كل شيء من الماء على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم نونوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم من كافرين وما رسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة للحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مس آبان الضراء والسراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتهم من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضعا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم نهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فدعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينتي من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآياتكم فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاص فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء أولي النظرين قال المرء من قوم فرعون إن هذا لساحرون عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوه هناك وانقلبوا صغرين وألقي السحرة سجد قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمانتمه قبل أن آذن لكم إن هذا لمكروب مكرطبوه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأمركم من خلال الفين ثم لو صلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال لما لهم من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون ولقد أخذنا آلف دعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقومة والضفادع ودم آياته بمفصلات فاستكبروا وكانوا قوما من مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعونا ربك بما أعهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بادغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرع وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوموا متجهلون إن هؤلاء متبروا بما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسوبون كنسوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وبعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتبم مقاط ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخنفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمن قاتنا وكلعه ربهم قال رب ألني أنظر إليه قال لم تراني ولكني أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك طبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فاخذ ما آتيتك وكوم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقائد الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده بن حليهم عجلا جسدا له خوار ألم نروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذه وكانوا ظالمين اتخذه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لإن لم نرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه قضبان أسفه قال بإس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمن ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بالأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأقي وأدخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سانالهم غضبهم من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزيب المفترين والذين عملوا السيئة ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم مرهب واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلك لهم من قبل وإياه أتهلكنا مما فعل السبحاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها ما نتشاء وتهدي ما نتشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعلوف وأنهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم قصرهم والأغلاد التي كابت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يخذون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يخذون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحيناها إلى موسى لستسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فأنبجست منه اثنت عشرة عينا وادعلم كل أناس بمشربهم وظللنا عليهم الغمامة وأغزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيمات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية واكلوا منها حيث شئتم وقلوا حطتهم ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم قطيئاتكم سنزيد للمحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم دجزان من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة الباحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم نوم السبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابهم شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم نتقون فلما نسوا ما ذكروا به أندينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذابهم بأيسهم بما كانوا يفسقون فلما اعتوا عما نهو عن قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع ليقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلقوا ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذونه ألم نأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخر تخير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب الأقاب الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتاقنا للجبل فوقهم كأنه ظلتوا وظنوا أنه واقعهم بهم هذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تنتقون وإذا أخذ ربك ممن آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألا استب ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا بيه قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم ذبأ الذي آتيناه آياتنا فأنسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلغث أو تتركه يلغث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يخد الله فهو المهتدين ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهادنا كثيرا من الجين والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يغصرون بها ولهم آذاد لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذاروا الذين يلحدون في أسمائه سيرزور ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن كيدي متين أولم نتفكر ما بصاحبهم من جين إنه إلا نذير مبين أولم ننظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قضيق وطرب أدلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضل الله فلا هادي له واذرهم في طغيانه النعمه يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها ليقطها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغدا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعه ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَا مَسًّا يَسْوءُ إِنْ أَلَيْلَا نَذِيرُ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ هو الذي خلقكم من نفسه واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أفقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلقوا شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الغداء لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دور الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستديبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يمصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاكم ثم كيدون فلا تنظرون إن بلي الله الذي أزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الغداء لا يسمعوا وتراهم ينصرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعد ضعن الجاهلين وإما يهزغ أنك من الشيطان نزقهم فاستعيد بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائفهم من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم نمدونهم في الغد ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآيتهم قالوا لو لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي ربي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم مهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأمسطوا لعلكم ترحمهم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصدعوا ذات بينكم أطيع الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وما غفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أن ما يساقون إلى الموت هم يوظلون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألفين من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عيكم لله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمن تأمن وينزل عليكم من السماء ما أن يطهركم به ويذهب عنكم لجزى الشيطان ويذهب عنكم لجزى الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا ذلك بأنهم ششاقوا الله ورسوله ومن يششاقك الله ورسوله ومن يششاقك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ ضبره إلا متحرفا لقتار أو متحيزا إلى فئتهم فأدبع بغضب من الله ومأواه جعنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مهن جيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءتكم الفتح وإن تأنته فهو خير لكم وإن تعودوا نعوده ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كاترت وآدن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البطم الذين لا يعقلون ولو عنم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استديبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحور بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب من الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليلون مستدعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم من أصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخوروا الله والرسول وتخوروا أمانتكم وأنتم تعلموا وألموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقترك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لأولنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم معي من البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب واجعل الخبيث بعضه وعلى بعضه فاركمه جميعا فاجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يبتغوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله العظيم شكراً لكم